بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك سنقول عاملين اي يا حبابي يا ربك لك تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض lesson 3 في يونة 2 من كتاب المعاصر هنشرح الدرس الثالث في الواحدة التانية من كتاب المعاصر يا حلوين وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سيوصلكم كل جديد ولو عايزين اي حاجة حبابي اكتبوا لي في كومنت ونبدأ قرأتول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنبدأ بمجموعة الكلمات ربيطة في ترميق قول ورايا نظيف clean 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 ولازم نعرف شكل الصورة اللي بتدول على الكلمة علشان نعرف نحل صح نظيف clean 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 c-l-e-a-n وحرف السيب يونطق k clean clean c-l-e-a-n اخس الوجهي wash my face اخس الوجهي wash my face عندنا هنا الفعل wash بمعنى يخسل w-a-s-h حرف ال-w بينطق وو وال-s-h شا يعني حرف الشين باللغة العربية بنقول wash wash وهنا حرف الاي بنينطقه زي ال-o بنقول wash wash my face اخس الوجهي wash my face اخس الوجهي wash my face wash w-a-s-h my m-y بنقسم الكلمات face f-a-c-e تاني اخس الوجهي wash my face wash my face wash w-a-s-h my m-y face f-a-c-e بعد كده اخس اليدي wash my hands wash my hands wash my hands wash w-a-s-h my m-y hands h-a-n-d-s برضو نفس الحكاية في wash زي ما قلنا فوق حرف ال-w بينطق وو وال-s-h شا hands ال-h بينطق اهيه بنقول wash my hands wash my hands اخس الاسرطة wash the salad wash the salad wash w-a-s-h the t-h-e salad s-a-l-a-d salad s-a-l-a-d اخس الاسرطة بالفرشاه brush my teeth brush my teeth بنطلع لسنة وبنخرج لسنة في t-h بنقول عليها th brush my teeth brush my teeth brush b-r-u-s-h اللi s-h بنطقهم شا بنقول brush 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 my teeth brush b-r-u-s-h my m-y teeth t-e-e-t-h ومشط شعري com brush my hair ثاني ومشط شعري com my hair brush my hair com my hair brush my hair com c-o-m-e-b طبعا هنا b حرف silent في com b حرف silent يعني حرف لا ينطق أو ممكن ننطقه بس بطريقة خفيفة يعني ما نضغطش على b نقول com com ما نظهرش b قوي في النط ولو خلينا حرف صمت برضو صح ما فيش مشكلة com my hair هنسبل com c-o-m-e-b حرف c-p-e-n-t-e-k طيب ممكن نستبدل الفعل com ب brush طبعا الفرق بالاتنين ان brush معناها يمشط شعر بالفرشاة لكن com يمشط شعر بالمشط هو هنا ما فرقش بالاتنين بس brush تأتي مع الفرشاة لكن com تأتي مع المشط يبقى تاني ومشط شعري com my hair او brush my hair brush my hair طبعا لسه إلين brush b-r-u-s-h com c-o-m-e-b my m-y hair h-a-i-r بعد كده وجه فيس وجه فيس f-a-c-e وجه فيس f-a-c-e أسنان teeth لسه إلينها أسنان teeth أسنان teeth t-e-e-t-h صلطة صلط 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 s-a-l-a-d نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بوضح لي بيقول لي الطعام الصحي زي إيه الطعام الغير صحي زي إيه طبعا فوق بيقول لي طعام صحي healthy food healthy food زي اللبن زي الجبنة زي الصلط زي الفروت الفاكهة بصفة عامة يبقى هنا طعام صحي healthy food بعد كده جيب له طعام غير صحي unhealthy food unhealthy food زي البتزا زي الشيبسي زي التسالي بصفة عامة زي الايس كريم بعد كده bean clean يعني أنت كون نظيفا يعني في أفعال لازم نتباحها علشان كل واحد فينا يبقى نظيف زي إيه نخسل إيدينا نخسل وجهنا هنا النظف هنا نخسل أسناننا يبقى كل الأفعال دي كده لو عملناها كل واحد بيبقى نظيف هنا أنت تكون غير نظيف حاجات زي كده مينفعش نعملها هنا طبعا شوف الولد منبهد النفسه خالص بالألوان هنا بتاكل وبرده هنا بقها مش نظيف هنا بتاكل شوكولاتة وبرده بقها برضه واضح في الصورة يعني أن هي وطبعا وبتاكل في نفس الوقت برضه حاجات غير صحية وطبعا هنا لازم الواحد هو بياكل يبقى كده نظيف ومعاه تشيو منديل هنا الولد برضه يديه مش نظيفة يبقى هنا كل الحاجات دي كده غير نظيف لكن هنا كل الأفعال دي كده بتدل أن انت شخص نظيف كده طعام غير صحي المفروض أن نبتعد عنه ده طعام صحي المفروض أن ناكله نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول لي ما تشووصل أول كلمة سلط هنوصلها بصورة السلطة تاني كلمة كوم هنوصلها بالبنت اللي بتمشط شعرها أو بتسرح شعرها تالت كلمة كلين هنوصلها بالبنت اللي بتنظف بعد كده بقول لي انظر اقرأ وضع دائرة هنشوف الصورة ونعمل دائرة على الجملة اللي بتدل على الصورة كده البنت بتخسل أسنانها يبقى هتقول الجملة الأولى نعمل عليها دائرة كده الولد بيخسل وجهه هيقول أنا أخسل وجهي الجملة الأولى كده هنا بتخسل الصلطة هتقول ايووش ذا صلط نعمل عليها دائرة بعد كده بقول لي سير كل ذا بيكتشار يعني داع دائرة حول الصورة الصحيحة بنقرأ الجملة ونشوف الصورة اللي بتتطفق مع الجملة ونعمل عليها دائرة نمبر ون this is my teeth أسنان يبقى الصورة التانية نمبر تو ايقوم ماي هير أنا ومشة شعري الصورة التالت نعمل عليها دائرة نمبر ثري ايووش ماي فيس أنا أخسل وجه الصورة التالت نعمل عليها دائرة نشوف الصفحة بعد كده بعد كده بقول لي look read and take true انظر وقرأ وضع علامة صح هنا جيب لي جملتين وجنب كل جملة مربع وعندنا صورة واحدة في كل نمبر احنا بنشوف الجملة اللي بتدل على الصورة وبنعمل في المربع الخاص بها true صح كده البنت بتنظف تبقى هتقول ايه I am clean يعني الجملة التانية يبقى احنا كده هنختار الجملة التانية نعمل في المربع اللي قصاد الجملة التانية true صح number two كده البنت بتنشط شعرها يبقى هتقول ايه هتقول I brush my hair يبقى الجملة الاولى نعمل صح number three كده البنت بتخسط ايديها هتقول I wash my hands I wash my hands الجملة الاولى يبقى نعمل في المربع الخاص بالجملة الاولى true صح بعد كده circle the picture that begin with the same sound يعني ضع دائرة حول الصور التي تبدأ بنفس الصوت يعني كل حرف جايب ليه تلصصور في صورتين او كلمتين بيبدأوا بالن وهنا كلمتين بيبدأوا بالh هنعمل عليهم دايرة هنا اللي بيبدأ بالن رقبة وأنف رقبة net وأنف نوز يبقى لتين دولا هنعمل عليهم دايرة لكن صلطة ما تنفعش صلطة صلط بتبدأ بحرف الاس هنا حرف الh yet hand كلمة yet بتبدأ بالh وشعر hair لكن مصطرة ما تنفعش مصطرة يعني ruler بتبدأ بالr يبقى نعمل دايرة على اليد والشعر بعد كده look and circle the correct word انظر وضع دايرة حول الكلمة الصحيحة كده البنت تنظف هتقول لي i am clean يبقى هنختار clean كده هنا الولد بيخسل بجه هيقول i wash my face يبقى هنختار wash يشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول لي look and take true or false انظر وضع علامة صح أو خطأ التصرف الصحية هنعمل في المربع اللي تحته صح والتصرف الخاطئ هنعمل في المربع اللي تحته خطأ طيب كده البنت شكلها طبعا انتو شايفين في الصورة شكلها مش كويس مش ممشطة شعرها يبقى كده هنعمل ايه هنعمل false يعني خطأ لازم طبعا اتمشط شعرها بالفرشاة علشان يبقى شكلها ايه جميل يبقى اول صورة هنعمل تحتها false خطأ طيب كده البنت بتنظف يبقى كده true صح كده تصرف أو سلوك يعني صحيح طبعا بعد كده البنت بتمشط شعرها يبقى كده برضو تصرف أو سلوك طبعا صحيح يبقى نعمل هنا true بتمشط شعرها علشان كده تصرف سليم هنا طبعا البلد بهاد اليده خالص طبعا يداه ليس نظيفة فطبعا كده تصرف خاطئ يبقى نعمل false في المربع اللي تحت الولد بعد كده بقول لي track يعني تتبع يعني بنمشي على النقط let's be clean هنمشي على النقط وبكده يا حباب نكون انتهينا من شرح الدرس محل الأسئلة أسيبكم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته